قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجانة التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التايسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء موقفهم التجنيدي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي تليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وذلك لتقديم كافة التايسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان وخلال مراسم تسليمهم الشهادات ألقى لواء محمد صبح مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التايسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبول الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوي الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية وأعرب ذوي الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام أحبب أشكر السيدة رئيسة الجمهورية على الدعم المتواصل والمستمر لذوي الهمم أحبب أشكر كمان إدارة التجنيد الحقيقة حاجة يعني معتادة جدا من قوات المسلحة على دعم أبنائها من ذوي الهمم في المستوى الجمهورية بيرعونا بيخدمونا في أي طلب بنخش فيه بيهتموا بينا ندعبناش في أي حاجة الناس كلها مية مية والناس على أكمل وجهة مراعين الناس آخر مراعية ربني يبارك في الجيش يا رب وإحنا في ظهر الجيش تحيا مصر تحيا مصر